موسيقى موسيقى أهلا بكم في الأجندة مجلة لبيان الفرنسية نشرت خبرا يقول إن المؤرخ البريطاني ديفيد متدايل كشف في كتابه اللي بعنوان المسلمون وآلة الحرب النازية كشف أن اللجنة المركزية للأمن القومي الألماني في عهد هتلر قد طلبت البحث عن آيات في القرآن تتنبأ بقدوم نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكي تسقط هذه الآيات على هتلر لكي تشير هذه الآيات إلى هتلر هذا الخبر الطريف في ظاهره يستدعي في الذاكرة أفكار كثيرة أحببت أن نتشاركها مع بعضنا نتشاركها مع المشاهد الكريم عن توظيف السياسي للديني عبر التاريخ عن غفلة المتدين التي تحكك أغراض السياسي الخبيث عن طبيعة النصوص الدينية والتأويلات التي تفتح الأبواب لاستغلال الدين وغير ذلك من الأفكار التي أو الأفكار المرتبطة بالموضوع فكونوا معنا يروي المؤرخ البريطاني ديفيد متديل أو متديل إن الزعيم الألماني أدولف هتلر قد وجه لجنة الأمن القومي الألماني للبحث في القرآن عن مدخل يسمح له بالدعاء النبوة بعد النبي محمد لماذا؟ لكي يكسب ولا العرب والمسلمين في حربه آنذاك ضد بريطانيا في شمال أفريقيا على الأقل ومن معها في بريطانيا ومن معها في الحرب العالمية الثانية عندما وصلت قواتها إلى شمال أفريقيا كما قلت وبالفعل قامت اللجنة المركزية بالبحث في المدونة القرآنية عن أي نبوة أو نص يقبل التأويل بإعلان هتلر نبيا بعد النبي محمد هكذا لكن اللجنة وصلت إلى طريق مسدود وقالت لهتلر للأسف يا فندم القرآن لا يسمح بذلك لأنه أغلق باب النبوات نهائيا وزعم أن محمدا هو آخر الأنبياء فوجأ هتلر بهذه النتيجة لكنه لم ييأس أخذ يفكر في الأمر فاهتدى إلى فكرة قال أنا سمعت أن المسلمين يؤمنون بعودة المسيح حيسى إلى الأرض في آخر الزمان قال له صحيح قال إذن أشيعوا بين المسلمين أن هتلر هو المسيح الذي بشر به القرآن هو المسيح النازل طبعا الخبر يقدم هتلر في صورة ساذجة لا يصدقها البعض من المسلمين لأنها صورة غير معقولة في واحد ساذج لهذه الدرجة لكن الحقيقة ليس الأمر كذلك بالنسبة لأتلر والأوروبيين آنذاك ماش ساذجة لأنه هذه هي صورة الشرق وصورة المسلمين في نظر الغربيين آنذاك هذا هو الشرق المتخيل الذي نكده من قبل دوارد سعيد في كتاب الاستشراك يعني ما زال الأوروبي إلى وقت قريب ينظر إلى المجتمعات الشرقية الإسلامية تحديدا وكأنها مجتمعات بدائية ساذجة تعبد الطوطم والخرافة ومن السهل أن تضحك عليها وتلبسها العمة على رأي المصريين كتب الأنتربلوجيا التي كان يطلع عليها هتلر وأبناء جيلة آنذاك اللي بتدرس الاجتماعات الإنسانية يعني هذه الكتب أغلبها تشجع على هذه النظرة إلى العرب وغير الأوروبيين كثيرا من المجتمعات الإسلامية ترى هكذا لكنها كانت هذه المجتمعات الأوروبية تنظر إلى ما عدا الأوروبي وكأنه كائن بدائي ساذج من السهل عليك أن تضحك عليه والشيء اللافت الذي يؤكد هذه الحادثة وهذه النظرة هو أنها ليست المرة الأولى من قائد أوروبي فقد سبك أن فعلها نابليون بونابارت عندما غزى مصر في نهاية القرن الثامن عشر نابليون بونابارت عندما وصل الكاهرة ادعى الإسلام وقال أنه هو المهدي المنتظر الذي بشرت به الكتب السماوية وقف نابليون أمام شيوخ الكاهرة في ديوان الكاهرة في العام 1799 وقف وقال لهم ألم تذكر كتبكم يعني كتب الحديث يكصد أن الله سيبعث لكم كائنا راكيا يكلف بمواصلة عمل النبي محمد يعني يكصد المهدي المنتظر المهدي المنتظر في عكيدة المسلمين هذا الشخصية الوهمية قالوا له بلى قال هيا هو أنا المهدي هذا الذي أنتم رعين له هو أنا أنا المهدي المنتظر الذي أخبرت به كتب الحديث طيب والدليل يا فندب قال نابليون الدليل أني كضيت على الباب الفاتيكان الذي كان يعتبركم أعداء ويعتبر المسلمين والإسلام عدو أنا اللي قضيت عليه في روما طبعاً وقضى عليه بالدوافع السياسية وكان نابليون يحاول استمالة علماء الأزهر وأعيان مصر بطرق كثيرة أحياناً كان يحضر بعض دروس الفكهة الإسلامية ويناكش بالفكرة الإسلامية ويبدأ إعجاب بالإسلام وبالمسلمين وذات يوم طلب من شيوخ الأزهر أن يدفعوا المسلمين إلى الجهاد يفتوهم بالجهاد معه ضد المماليك الظالمين فقال له بعض مشايخ الأزهر يعني ما عندناش مانع لكن الناس لن تصدقنا لأنك لم تعلن إسلامك بعد أعلن إسلامك وبشر خير قال لهم بلاجنان أعلن إسلامي وبعدين تقولوا لي ختان طبعاً ما رجعه من الموضوع إلا الختان ولكن عايي يكمل المسرحية ونابليون بعد ذلك غادر القاهرة وغادر مصر بالكامل بشكل خفي لأنه أخفك في احتلالها وبعد معركة عكا وهزيمة عكا غادر مصر تماماً وترك وراءه قاعد اسمه كليبر ونسي الموضوع هذا نسي موضوع المهدي والمسيح وكل هذه الأمور اللي ما عادتش تنفع ليس غريباً على هتلر ونابليون أن يفكروا بهذه الطريقة الطريقة النفعية البراجماتية في توظيف الدين لصالح أهداف سياسية هذا مش شديد لأنه سبكهم إلى ذلك قائد أوروبي كديم في الكرن الرابع الميلادي هو الزعيم الروماني قسطنطين من أشهر أشهر إمبراطور روماني تقريباً هذا الإمبراطور الذي أشرف رسبياً على تحريف الديانة المسيحية في الكرن الرابع بعد أن حرفت علياد بوليس من قبل يعني كمله وأصدر في ذلك قرار فرمان بقتل كل من يخالف العقيدة الجديدة أراد قسطنطين توحيد مملكته تحت راية واحدة وأراد إزالة الخلاف بين الديانات الموجودة في الإمبراطورية لأن المسيحية كانت بدأت تنتشر بقوة وما فيش فايدة في القضاء عليها حاجز الأباطرة اللي قبل في القضاء عليها فكان خلص نشوف الديانة هذه نتكبلها ونعتبدها رسمياً لكن بشروط حرفها يعني ودمجها يعني شاف أتباع الديانة المسيحية بيتكاثروا وأتباع الديانة الوثنية القديمة موجودين فجمع القساوسة المسيحيين إلى مدينة نيكيا اللي موجودة هنا في تركيا وأمرهم باختيار مذهب واحد بدل المذهب المسيحية المتعددة هذه اللي كانت موجودة هنا ذاك وقال لهم أنا باختار مذهب واحد لكي يتم تعميمه على الدولة وفرض هذا المذهب على الناس بالقوة بعد أن أدخل فيه بعض التعديلات الطفيفة الضرورية هي تعديلات وثنية بطبيعة الحال على التاريخ على الميلاد في موضوع التثليث لأنه ما كانش واضح موضوع التثليث هذا مع بوليس يعني في العكيدة البوليسية في رسائل بوليس ما كانش واضح تماما لكن هي كانت عكيدة وثنية موجودة في الامبراطورية الرومانية فدمج هذا في هذا ومشكل لهم دين جديد مع أنه لم يكن قد أصبح مسيحيا بعد هذا القسطنطين لكن شروط الحكم أجبرته على تحريف المسيحية يبدو لي كباحف أن عمليات التحريف التي طالت الأديان السماوية كانت دائما مرتبطة بدوافع سياسية مع أن الذي كان يقوم بالتحريف بشكل مباشر هم رجال الدين يعني رجال الدين أنفسهم الأحبار والكهنة إلا أن ذلك يأتي في ظروف سياسية خاصة كان يتم التحريف في ظروف سياسية خاصة على سبيل المثال اليهودية هي طبعا لم تكن دين موسى ليست دين موسى ولا سليمان ولا داود ولا الأنبياء الكبار ولا الأنبياء جميعا إنما كانت مذهب ديني ظهر بعد انقسام دولة بني إسرائيل بعد ما مات سليمان انقسفت بني إسرائيل يعني عندما توفي النبي سليمان حدث خلاف كبير بين قبائل بني إسرائيل وانقسمت الدولة إلى دولتين واحدة في الشمال عاصمتها كانت سامرة والأخرى في الجنوب عاصمتها يهوذة كان اسمها يهوذة لكن عاصمتها القدس بعد عقود من ضياع التوراة توراة موسى المكتوبة في الألواح وضياع التابوت وسقوط دولة اليهود بيد البابليين أبو خدنصر أراد اليهود تحريف نبوءا مشهورة كانت منتشرة عندهم كانت تتحدث عن النبي الخاتم اللي بيسموه حجر الزاوية في البناء هذا النبي الخاتم كان موجود عندهم مكتوب أنه يأتي من بني إسرائيل لا من بني إسرائيل أرادوا تحريفها علشان يكون من بني إسرائيل لأنهم وجدوا أن هذه النبوءة ستقتل الأمل في إعادة الدولة الإسرائيلية والأمل في عودة اليهود إلى وطنهم وحتشتت الطاقات اليهودية وحتشتت اليهود أنفسهم في المهجر انتظاراً للمسيح يروحوا يتشتت ويدوروا عليه أو ينتظروه في مكان ظهوره فقاموا بتحريف النبوءة وجعلوا النبي الخاتم من نسل داود بدلاً من نسل إسماعيل بدوافع سياسية كما ترون وأعتقد أن هذا هو التفسير الذي سيحل اللغز التاريخي حول سبب هجرة اليهود من فلسطين إلى يثرب وإلى تيماء في الجزيرة العربية ووسط الجزيرة العربية في اعتقادي الأمر له علاقة بالنبوءة التوراتية التي تقول أن النبي الخاتم المسمى عندهم الموصف بحجر الزاوية إلى الآن موجود في التورة بهذا الاسم هذه النبوءة تقول أنه سيخرج من هذه البقعة من الأرض من وسط الجزيرة العربية من مكة تحديداً والنبوءة موجودة لليوم في سفر إشعية بعنوان وحي من جهة بلاد العرب وفي لفظ مكة مذكور إلى الآن بلفظه القديم بكة في الترجمات اليونانية واللاتينية وفي الترجمات الإنجليزية أيضاً في ترجمة الملك جيمس للكتابة المقدس لكنهم حرفوها في العربية ويسموه وادي البكاء مع أنها مذكور بالنص اسم بكة فربما هذا هو الذي دفعهم للهجرة من فلسطين والسكنة في يثرب وفي تيماء لأنه ما فيش مبرر آخر يخليهم يغادروا فلسطين ويروحوا يسكنوا في يثرب اليهود نتكلم عن بني إسرائيل ما المبرر؟ ما فيش غير هذه النبوءة البحث عن النبوءة ربما طمعوا في أن يكون منهم والذي يدرس التاريخ اليهودي وتاريخ الكتاب المقدس بعناية وتدقيق سيكتشف أن تحريف الكتاب المقدس ما وقع إلا من بعد تأسيس الدولة اليهودية قبل تأسيس الدولة اليهودية ما كانش فيه يعني أيام دولة سليمان ما كانش فيه تحريف كان التابوت موجود والألواح موجودة التابوت الذي كان يضم الألواح كان موجود طوال فترة حكم القضاء الإسرائيليين من قبل مئتين وشوية سنة وما كتبت توراة عزرة إلا في السبيل البابلي بعد سقوط الدولة بمئات السنين يعني بعد سقوط الدولة الموحدة بعد سقوط الدولة الموحدة وبعد سقوط الدولتين أيضا لما راحوا في السبيل البابلي وهذا يدعونا نحن المسلمين لتأمل تاريخ التحريف في الفكر الإسلامي لأنه لسه هذا التاريخ مش واضح عندنا تاريخ التحريف الإسلامي تاريخ البدايات التحريف في الإسلام تحريف في الفكر الإسلامي طبعا هذا مش واضح عندنا وهو عندي أنا شخصيا أرى أنه هو نفسه تاريخ الفركة الشيعية تحديدا لأن الدين الشيعي الدين الشيعي ليس سوى عملية تحريف كبرى حدثت بالدوافع السياسية كانت موجودة في الكرن الأول الهجري كما سنرى بعد قليل إذا أردنا أن نصف المذاهب الإسلامية الكبرى في التاريخ بعبارة واحدة لكل المذاهب يمكننا القول أن المذهب السني كان يمثل التيار الشعبي في الأمة التيار الشعبي العام والمذهب الخارجي كان يمثل التيار البدوي الذي هو ضيق الأفق وضيق النفس ومذهب المعتزلة كان يمثل التيار العقلاني النخبوي تيار النخبة في الأمة أما مذهب الشيعة أو مذاهبها فكانت تمثل تيار المعارضة السياسية للإسلام والحضارة الإسلامية إذا استثنينا مذهب الزيدية لأنه له ظروف خاصة يمكننا القول أن الدين الشيعي كان يمثل تيار الانتقام من الإسلام والحضارة الإسلامية وجد تحديداً لهذه الوظيفة إذا كان هناك دين صنع من أجل الانتقام فهو دين الشيعة الإمامية وقصة تأليف وصناعة هذا الدين لم تروح حتى الآن بشكل كامل وصحيح نقرأها من منظور الصراع السياسي طبعاً ليس من منظور الصراع المذهبي من الوضح للباحثين بما فيهم بعض الباحثين الشيعة أن الدين الشيعي تخلق بعوامل سياسية في القرن الأول في بداية الأمر كان التشيع مجرد تيار سياسي لا يختلف في أفكاره الدينية عن أفكار السنة كما هو حال المذهب السني لحد ما ما زال إلى الآن معارضة سياسية أما في الفكر فهو إما معتزلي وفي الفكر حانفي بإضافة مبدأ الإمامة فقط للفكر المعتزلي يعني الأصول الخمسة للمعتزلة هي نفسها الأصول الخمسة عند الزيدية باستثناء بند الإمامة فالزيدية احتفظت بالطابع الكديم للتشيع اللي هي الطابع الأصلي للتشيع التشيع السياسي مع مبالغات معينة أما التشيع الآخر فالتيار الاثنى عشرية والإسماعيلية فهو تيار سياسي معارض يعني في البداية كان التشيع كله تيار سياسي معارض للسلطة الأموية التي فضلت العرب على العجم وفضلت قريش على العرب ولهذا احتشد ضد السلطة الأموية الكثير من العجم والكثير من العرب يعني الدافع الأول للظهور تيار الشيعة كان هو دافع مقاومة العنصرية القراشية والآن صاروا هم مشروع عنصري يعني الشيعة الأوائل كانوا يعتقدون هكذا بواجهة العنصرية الأموية والعنصرية العربية النصف الأول من القرن الأول كانت هذه هي الكضية عند الشيعة ظلت تشيع على هذه الصفة إلى أن حدثت واقعة كربلاء وقتل الحسين بن علي في العام 61 هجرية اللي هو 683 ميلادي بعد مكتل الحسين وبعدين مكتل زايد فيما بعد شعر التيار السياسي المعارض أن جميع الوسائل التي اتبعوها في إسقاط الدولة الأموية لم تفلح وهنا بدأت النخبة المثقفة في الموالي الموالي اللي هم غير العرب اللي كانوا يعتبروهم الموين مواطنين من الدرجة الثانية بدأوا يفكروا يعني كان معظم هم هذول الموالي من أصول أعجمية وثقافة إسرائيلي أو فارسي بدأ بعض المثقفين الموالي يفكروا في وضع الأفكار التأسيسية لمذهب الإمامة الاثنى عشرية ثم الإسماعيلية اللي افتركت عنها فيما بعد طبعا كان هناك شخصيات بتنشط في هذا الموضوع كان في مقدمة هذه النخبة من المثقفين شخصان اثنان مثقفان يعني مثقفين يعني جدا من الموالي هما زرارة ابن أعين هذا اللي مات في مئة وخمسين هجرية وهشام بن الحكم اللي مات في مئة وتسعة وسبعين هجرية زرارة ابن أعين هذا كان والده عبد رومي من الروم وجده كان راهبا مسيحيا روميا راهب ويبدو أنه حمل عن أسرتي ثقافة إسرائيلية جيدة ثقافة التراث الإسرائيلي يعني بشكيه اليهودي والمسيحي ظهرت هذه الثقافة بوضوح في المذهب الاثنى عشر اللي صممه وصنعه قال عنه المؤرخون إنه كان أكبر رجال الشيعة فقها وحديثا ومعرفة بالكلام والتشيع في زمنه وكان زرارة هذا من أصحاب الإمام الخامس عند الشيعة محمد يعني فيه 12 إمام الإمام الخامس عند الشيعة هو محمد الباكر وابنه جعفر الصادق كان مصاحبا لهما يعني كان تريب من نوم وبالفعل المذهب الإمامي ما بدأ يظهر من عند هذين الاثنين من زمنهم نحن قبله ما كانش فيه بدليل أنه ما كانش فيه شخصيات يعني لا يوجد فق ينسب إلى الشخصيات اللي قبل جعفر الصادق المذهب الاثنى عشر الإمامي ينسب إلى جعفر الصادق قال المذهب الجعفري لماذا ينسب إلى الإمام السادس ولا ينسب إلى الخامس أو الرابع أو الثالث أو الأول الإمام علي لأنه ما كانش لهم فقه مختلف كان فقههم هو نفسه فقه السنة بدأ الفقه المختلف يظهر من عند جعفر لماذا من عند جعفر؟ لأنه نفس التاريخ اللي ظهر فيه زرارة بن أعين وهشام بن الحكم طبعا الشخصية الثانية هي شخصية هشام بن الحكم يقول عنه أحمد أمين المؤرخ المعاصر فأما هشام بن الحكم فيظهر أنه أكبر شخصية شيعية في علم الكلام علم الكلام تحديدا زرارة في كل شيء كان هذا الهشام مولى لبني شيبان كان مولى وكان من تلاميذ جعفر الصادق لاحظوا أن زرارة وهشام كان محيطين بجعفر الصادق كما قلت ولاحظوا أيضا أن جعفر هو الذي ينسب إليه المذهب الجعفر الإمامي مع أنه الإمام ركب ستة في قائمة الآئمة الاثناش بما يعني أن الآئمة الذين ظهروا قبله وحتى الذين ظهروا بعده لم يكن لهم نشاط فقهي مميز حتى ينتسب أو ينسب إليهم المذهب ما كانوا علماء يعني ما كانوا مبرزين على الأكل ما كانوا مثل ابن تيمية ومثل فلان وفلان وفلان كانوا عاديين ولذلك نسب المذهب إلى جعفر لأنه جعفر كان مثقف وأهم من هذا أنه كان محاطا بزرارة وبهشام وهذولا هما اللي صنعوا المذهب الحقيقي وجعفر كان دائما في حالة صراع معاهم كان يحذر من زرارة ابن أعيان تحذير شديد وكان يعلن ذلك على الملع انتبهوا من هذا الرجل الكذاب الذي يكذب علينا ويكذب على أبي ومع ذلك صار زرارة هو المؤسس الأصلي وصار أهم شخصية في التاريخ الشيعي هذا الكلام كله من تراث الشيعة يعني ما نتكلمش من يعني هذا الكلام كله ننقله عن كتب الشيعة والمفاجئة الحقيقية هي أن الأفكار الأساسية في مذهب الشيعة الاثنى عشرية كما قلت لم تظهر قبل مقتل الحسين بن علي ولا قبل مقتل زيد بن علي هذه الأفكار الأساسية في المذهب الشيعي الاثنى عشري والإسماعيلي لم تكن موجودة قبل الحسين في كتبهم هم ولا قبل زيد إنما ظهرت بعد سنة تسعين هجرية في زمن من؟ في زمن زرارة بن أعين وهشام بن الحكم يعني فكرة الإمام الغائب في السرداب أو فكرة حصر الإمامة في 12 ما كانواش 12 من قبل في التراث الشيعي ما كانواش محددين في 12 كان مفتوح أو فكرة العصمة هذه كل الأفكار لم تكن موجودة في الفترة الأولى من تاريخ التشيع إنما ظهرت في فترة لاحقة حسب تأكيد من؟ حسب تأكيد الباحث الكبير الباحث الشيعي المشهور أحمد الكاتب عنده كتاب اسم متطور الفكرة السياسي الشيعي هذا مذهل وأحمد الكاتب كان واحد من المبشرين في المذهب الـ 12 كان واحد من اللي بشروا بالمذهب وحاولوا نشره في أفريقيا ومثقف كبير يعني كل الكرائن تدل على أن هذه الفترة من 90 إلى 150 كتشهدت تخلق الدين الشيعي في ظلام السرية على يد هؤلاء الموالي الحاقدين على العرب وعلى الإسلام والآن كيف نتصور أن السياسي سيتوقف عن استخدام الدين في تحقيق أهدافه إذا كانت السياسة في مراحلها البدائية قد حرفت الدين أو استغلته لتحقيق مصالحها الدنيوية كيف هذا زمان فكيف سيكون الحال الآن في السياسة وفي المراحلها المتقدمة التي نعيشها اليوم أيام الاستعمار البريطاني في الهند وجد البريطانيون مقاومة شرسة من قبل المسلمين تحت شعار الجهاد الإسلامي ضد العدو فماذا فعل البريطانيون كرروا تشكيل فصيل إسلامي موالي لبريطانيا لضرب حركة المقاومة وظهر من بعدها المذهب الأحمدي جماعة الأحمدية اللي كان يعلن ولاءه لملكة بريطانيا بشكل صريح ويقول إنها ولية أمر المسلمين التي لا يجوز الخروج عليها وعندما أرادت روسيا أيضا اكتطاع بعض الأراضي الإيرانية في القرن التاسع عشر قررت إشغال إيران بمشاكلها الداخلية عن طريق ماذا يعني كضايا من ضمنها إلهاء إيران بتشكيل الدين البهائي قاموا وشكلوا له الدين البهائي تم تصميم الدين البهائي كما روى الجاسوس الروسي الذي لا أتذكر اسمه الآن في مجلة الشرق الكيصرية كتب مذكراته كيف أنه كضابط مخابرات صمم المذهب الشيعي واشترك مع مجموعة من يعني كيف استغل مجموعة من الشخصيات في تأليف المذهب البهائي عفوا واليوم اليوم هناك حركة عالمية منسوبة للإسلام تدعى حركة داعش نبتت هكذا مثل الفطر لا تدري كيف تتحرك هذه الحركة بطريقة غامضة وبكدرات غامضة تدل على أن وراءها أجهزة مخابرات تريد شيئا ما وبمنطق القراءة يمكننا وضع أربعة أجهزة مخابرات في دائرة التهمة هذه الأجهزة هي التي صنعت داعش المخابرات الأمريكية البريطانية الإسرائيلية الإيرانية وحنقول ليش الإيرانية في بعد شوية إما جهاز واحد هو اللي صنعها أو بالاشتراك مع غيره لماذا هذه الأجهزة تحديدا الجواب أولا لابد أن يكون وراء هذا العمل الكبير المسمى داعش جهاز بخابرات كدير وكبير له إمكانيات كبيرة وخبرات كبيرة قادر على التنظيم والتوجيه والعمل اللوجستي المواد الخام موجودة المتطرفون موجودون الفكر المتطرف موجود هذه مواد خام لكن التنظيم هذا محتاج شغل ثاني المخابرات الأجهزة المخابراتية اللي من هذا النوع القائل المقتدر محدودة هذا أول سبب يخلينا نشك في أجهزة المخابرات الكبرى الثاني لابد أن يكون هذا الجهاز معني بالمواجهة مع الإسلام ومشغول بالخطر الإسلام السني تحديدا وأكثر الأطراف المعنية بالخطر الإسلامي اليوم هي دول الغرب الكبرى وإسرائيل أمريكا بريطانيا إسرائيل فرنسا طيب كيف دخلت إيران في هذه الحسبة؟ الجواب بسيط أولا لأن دول مثل أمريكا بريطانيا إسرائيل تدرك تماما أن إيران هي المستفيد الأول بجوار إسرائيل من تحطيم الكتلة السنية في المنطقة داعش مهمتها تحطيم الكتلة السنية وتشويها الكتلة السنية وإخراج الشباب السني من الإسلام إلى غيره أو من السنة إلى التشيع وهذا ما يحدث فعلا يعني الآن على الأكل الكثير من الذين غادروا الإسلام إلى الإلحاد كانت كان واحد من دوافع الخروج هو هذا التطرف الإسلامي ومن ثم فإيران هي الأكثر استعدادا للتعاون مع أجهزة البخابرة تذي في مشروع داعش وهذا ما حدث بالفعل تعاون الطرفان الأمريكي والإيراني من قبل في كل من العراق وسوريا واليمن وتم تسليم هذه الدول الثلاث لإيران برضى أمريكي واضح سلمت العراق لإيران سلمت سوريا لإيران سلمت اليمن لإيران وسلمت من قبلها لبنان لإيران وضمن مسرحية مكشوفة من العداء الوظيفي العداء بين إيران وأمريكا هو عداء وظيفي يعني وراه وظيف ما هو عداء حقيقي في عداء له وظيفة تخدم الطرفين هذا أولا هذا لماذا احنا بنقول لماذا افترضنا إيران مشتركة في صناعة داعش أما ثانيا سبب الثاني لأن الأدبيات التي وظفتها داعش هي أدبيات شيعية شيعية في المنشأ وشيعية في الوظيفة والهدف وسنفصل هذا في النقطة سنفصل هذه النقطة بعد أن نتابع هذا المقطع الفيديو من كلام الدكتور حارث سليمان وهو أكاديمي لبناني شيعي يقدم الأدلة على أن إيران أو على أن داعش صناعة إيرانية ونحن نقول أن إيران طرف في صناعة داعش وليس بإمكانها وحدها أن تصنع ظاهرة بهذه المواصفات الضخمة الجميل في الكلام الجميل أن الكلام يصدر من شخصية شيعية خلونا نسمع فضل هذا ما فعلته إيران وهي التي خلقت داعش والنصرى والقاعدة وسأثبت لك بالوقائع كيف أنا بأجي بفره بين القشرة بين المامبران وبين الكود جينيتيك اللي بقلبه المامبران بتطلع على داعش أنا بلاقيها فكر وهابي بتطلع على النصرى بلاقي فكر وهابي بتطلع على الكود جينيتيك تبعها يعني على ما تفعله يوميا ومن أين تأخذ المصادر قوتها بيطلع أن كل مصادر قوتها هو من محور الممانعة كيف يكون ذلك سأعود لك على الأقل الآن سبعة من شواهد يؤكد بما لا يدع مجال للشك أن كل عناصر قوة داعش والتكفير قد أعطيت إما من نظام الأسد وإما من نظام نوري المالكي أولا تم الإفراج عن خمسمائة وخمسين واحد تكفيره من سجون المالكي عن ثلاثمائة وخمسين واحد من سجون عدرة المتطوعون العرب استقدمهم النظام السوري بعد احتلال العراق ودربهم وسلحهم وأرسلهم إلى العراق وأرضم أرسل شاكر العبس إلى لبنان تم تسليم الموصل بكل ما فيها أربعين ألف مقاتل عراقي من جيش المالكي هزموا أمام سبعمائة مقاتل من داعش وتركوا سلاح أمريكي بقيمة مليار ونصف المليار وتركوا كنوز في البنك المركزي بقيمة مليار دولار شركة تويوتا أعلنت أنه في عشر تلاف سيارة تويوتا باعتهم لنور المالكي في العراق في ستة تلاف منهم بقيمة داعش دارش بيجل وضعت مخطط خطيطة على ورق من وزارة الدفاع السورية كيف قام أحد البعثيين السابقين من جماعة صدام حسين بالاتفاق مع المخابرات السورية وعلى أوراق وزارة الدفاع السورية بإقامة شبكة من الروابط والمخابرات التي تشكل أو عصب التنظيمة لداعش وللنصراء هذا أولا أما ثانيا فإن الذي يتأمل مواصفات داعش يدرك فورا أنها صنعت على ضوء نص في التراث الشيعي هدفه النهائي خدمة الأهداف السياسية الشيعية وكنت قد أشرت إلى هذه النقطة في حلقة السابقة الكديمة ولا بأس من إعادة الكلام فيها هنا هناك حديث منسوب منسوب لعلي بن أبي طالب يتنبأ فيه كما قالوا يعني يتنبأ فيه بظهور حركة داعش يستغله الآن خطباء الشيعة في المساجد للإيحاء بأن علي بن أبي طالب كان يتلقى الوحي أو أنه كان كاتم أسرار الوحي بدليل أنها تنبأ بظهور حركة داعش بكل مواصفاتها كما سنسمعها بعد قليل سنسمعها بعد قليل باللسان الأراجوز الإماراتي وسيم يوسف هذه الخدعة تنطل على المغفلين والمغفلين كثر في مجتمعاتنا مع أن هذا الحديث أصلا وضع في العصر العباسي علشان يتحدث عن جيش أبو مسلم الخرساني هو كان يصف الحديث كان يصف أبو مسلم الخرساني وجيش أبي مسلم الخرساني أصحاب الرايات السود والعميم السود والحديث هذا انتهى هناك كانت وظيفة موجودة وجدة لوظيفة معينة في العصر العباسي جاءوا يؤلفوا على ضوءه ويصمموا على ضوء الداعش اليوم وبعض المغفلين المعاصرين لا يعلم أن داعش تم تصميمها على ضوء هذا النص من قبل أجهزة المخابرات الدولية المحترفة عموما تعالوا نجتمع إلى الأراجوز كيف أنه نزل النص على الواقع ثم نعكب عليه علي رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث يأخذ حكم المرفوع لأن علي لا يعلم الغيب يقول يقول ثم يظهر قوم صغار لا يؤبه لهم يعني تافهين يعني حقراء يعني لا قيمة يعني لا وزن لهم لا علم ولا دين ولا أخلاق ولا من فعل المجتمع أطفال صغر ثم قال قلوبهم كزبر الحديد قاسية ما يجد رحمة قلوبهم كزبر الحديد قال رواية لا رأفة ولا رحمة على عدوهم يعني حتى يرحم عدوك قلوبهم كزبر الحديد ورواية أخرى لا رأفة ولا رحمة على عدوهم فقال عليهم أصحاب الدولة يعني اسمهم مقرون بكلمة الدولة يسمون أنفسهم الدولة الإسلامية فلماذا نستنكر هذا الحديث قال لا يوفون بعهد ولا ميثاق يقول علي رضي الله تعالى عنه لا يوفون بعهد ولا ميثاق ودلالة هذا ماذا فعلوا بمعاذ الكساسبة كان أولئك داعش يعني يقومون بمحاورة النظام الأردني على تسليم معاذ الكساسبة في مقابل تسليم أناس ممن ينتمون للدولة أو لداعش وهذه المناورات تمت على الشهور وكان معاذ كساسبة قد حرق قبل ثلاثة شهور هذا الدين معاملة هذا الدين تكذب فقال لا يوفون بعهد ولا ميثاق يدعون للحق وليس من أهله قال أسماؤهم الكوناء أعطني داعش تعرف اسمه كل أسماؤهم أبو القعقاع أبو دجانة أبو بكر ونسبتهم القرى أبو بكر البغدادي لبغداد أبو مصعب الجولاني للجولان أبو مصعب الزرقاوي للزرقاء في الأردن فأنظر كيف هل هذا علي يعرفه رضي الله تعالى عنه إلا سمعه من نبي صلى الله عليه وسلم قال شعورهم مرخى كشعور النساء أعطني داعش يحلق شعره تجد شعوره كالنساء يقول علي شعورهم مرخى كشعور النساء ثم قال حتى يختلفوا فيما بينهم يصبح اختلاف الآن انظر القاعدة تضرب جبهة النصرة جبهة النصرة تضرب داعش داعش تضرب أحرار الشام أحرار الشام يضربون لواء التوحيد حتى يختلفوا فيما بينهم ثم يؤتي الله الحق من يشاء على ضوء خبرتنا بتاريخ المخابرات العام قرأنا كثير في كتب تاريخ المخابرات وأساليبها على ضوء هذه الخبرة وعلى ضوء خبرتنا في معرفة خطط الدوائر السياسية يمكننا أن نتنبأ من الآن بالهدف القادم للمخابرات الأمريكية والإسرائيلية والإيرانية بعد داعش يعني بدون مبالغة الهدف القادم هو مصر العمل الآن جاري على قدم وساك لتحويل مصر إلى دولة شيعية وهذا منتهى آمال الأطراف الذي ذكرناها مصر الشيعية هي التي ستضمن أمن إسرائيل أو أمن إسرائيل إلى الأبد من وجهة نظرهم مصر الشيعية هي التي ستضمن إعاقة الكتلة السنية إلى الأبد الكتلة السنية الولادة لحركات التحرر والجهاد والإزعاج العالمي هذه الكتلة لا بد أن يضرب رأسها رأسها هو مصر إذا ضرب الرأس سيتوقف الجسد عن العمل أو سيكون ضعيف حزيل مشلول ورأس الكتلة السنية العربية كما قلت هي مصر تأملوا المشهد في مصر اليوم ستلاحظون أن التمكين للتشيع والشيع قد بدأ من وقت مبكر وبصورة خفية بدأ هذا التمكين من تمكين التيار الصوفي الصوفية هي التيار الوحيد القادر على العمل داخل الجيش المصري والقادر على التوغل تحت رعاية المخابرات اللي كان يرأسها واحد صوفي هاشمي هذا كلام أشار إليه الكاتب المصري ثروة الخرباوي اللي هو موالي للنظام المصري أشار إليه في كتاب مناهض للأخوان المسلمين اسمه سر المعبد قال أنه التنظيم الوحيد اللي كان يسمح له بالتوغل في الجيش المصري هو التنظيم أو التيار الصوفي اللي هو بطبيعة التيار الشيعي وما هي صدفة ليس صدفة أن نجد أشهر الأسماء في المشهد المصري اليوم بعد انكلاب السيسي تحديدا هي أسماء تنتمي إلى الكبيلة الهاشمية الصوفية من رئيس الدولة إلى مفتي الجمهورية إلى 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 مش عايزين نحن نذكر أسماء ومن المعروف أن السلالة التي أطلقت على نفسها في مصر سلالة الأشراف تدثرت في مصر بالتيار الصوفي هي اللي بتكود التيار الصوفي في مصر نقيب الأشراف الحالي في مصر يعترف في لقاء قبل أشهر أن علاقتهم بالصوفية قويا لأن أغلب قيادات الصوفية منهم هاشميين هاشميون وسبك أن كدمت في هذا البرنامج الدليل القاطع على أن أمريكا ومعها الإمارات تحديدا يخططون لإحلال التيار الصوفي محل التيار السني في المنطقة هذه كمكدمة فقط لأنه التيار الصوفي هو الحديقة الخلفية للتشيع أعطني صوفيا صغيرا أعطي لك أخرج منه شيعيا كبيرا هذا الفرشة الفرشة اللي بعدها البلاط الشيعي مش قبل البلاط بيسوه فرشة يعني في ملاط قبل البلاط في ملاط الملاط هذا هو التصوف البعدين التشيع بيجي كمرحلة نهائية عن طريق تقوية نفوذ الصوفية في مواقع التوجيه الديني والثقافي وغيرها من مواقع النفوذ السياسي في مصر يتم تمكين التشيع في مصر وهذا كلام اعترف به الصوفية أنفسهم ونحن جبنا الشريط هنا جبنا فيديو هنا بيتكلم وتحدث عنه بشكل صريح وقال احنا رتبنا مع الأمريكان مع كل القيادات الأمريكية في الكونغرس في الخارجية في الرئاسة أنه احنا كصوفية سنحل محل السنة في المنطقة وتحدثت عنه كتب شيعية مثل كتاب صحبة الشيعة وتحدث عنه مسيحيون ذكرنا أسماءهم في الحلقات السابقة وهناك نشاط لافت غير تقليدي لما يسمى بأشراف مصر لم يكن معروفا من قبل على الأكل قبل السيسي كان هادئ الآن واضح كل الدلائل تقول إن مصر ذاهب إلى هناك ومصر الآن مهيئة بالفعل للتشيع في الوقت الراهن لأنه بعد أن تم سحقها علميا اجتماعيا سياسيا مصر انهارت مصر خلال الأربعين سنة الماضية وخمسين سنة الماضية انهارت تم سحقها الآن هي مهيئة يعني مصر أنا أشبهها بالسجينة الذي تعرض للتعذيب البطيء إلى أن فقد عقله مصر الراهنة فقدت عقلها تحت جنازير المشكلات الاقتصادية والتجهيل المخطط منذ خمسين سنة المخططات التي تستهدف العرب اليوم أنا أشبهها بالرسوم الرسوم الموجودة في بعض القارات في رسوم غريبة كده موجودة في أمريكا وفي استراليا وحتى في الجزيرة العربية شمال المدينة المنورة هناك رسوم ورموز ضخمة التي تقطتها الأكبار الصناعية والطائرات لا يستطيع الإنسان أن يراها من الأرض لأنها ضخمة جدا يعني طول الرسمة الواحدة يبلغ أحيانا خمسة كيلو متر رموز رسمتها كائنات دكية الإنسان أو غيره لا أحد يدري لكنها لا ترى من الأرض كد يمر الإنسان بجانبها ولا يرى إلا أحجار موزعة أو أخاديد بطريقة اعتباطية لأنه لا يستطيع أن يرى نظامها الكامل كذلك المخططات الدولية لا نستطيع الآن أن نرى رسومها إلا إذا حلقنا عاليا على ارتفاعات عالية نراكب حركة العدو من خلال الظواهر العامة في هذه الدولة وفي تلك وفي هذا المكان وفي ذاك من خلال الظواهر العامة دون أن تشغلنا التفاصيل المضللة إذا حلقنا عاليا سنكتشف أن ما نراه على الأرض مفرقا ومجزئا ومتناكضا سيبدو منسجما في خطة واحدة محاربة الإرهاب السني المصنوع المصنوع وشيطنة الجماعات السنية المعتدلة جماعات الدينية السنية المعتدلة شيطنتها وتسليم المنطقة لإيران والاعتراف بإسرائيل وتجويع الشعوب العربية وتركيعها كل هذه مظاهر متنوعة ومختلفة لخطة واحدة ذات هدف واحد ما علينا إلا أن نرتب أجزاء الصورة لكي تكتمل الصورة وأظن أن المشاهد أذكى من أن نملي عليه هذه الصورة إلى هنا نكون قد انتهينا نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة